اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ربما ابدأ مع المحامي يعني الصحفي له بطاقة صحفية ولكنه سلم معلومات الى الشرطة هل هذا جائز قانونيا؟ الصحفي كأي شخص اخر له حقوق وعليه مجابات كأي انسان في المجتمع اولا وهو كمهني ايضا له حقوق وعليه واجبات من حقوق الصحفي هو ان يقوم بنشر المعلومات للجمهور شرط ان يقوم بنشر معلومات صحيحة وان يكون متأكدا من صحتها وان يكون بذلك نعم وان يكون بذلك عبر وسائل مشروعة وان لا تكون هذه الوسائل مسببة ضد دولار لاشخاص اخرين وبالتالي المسألة تتعلق هل يحق له القيام بهذا العمل او لا من حيث المبدأ له الحرية بالقيام بالاعمال ولكن هذه الحرية مرتبطة بحدود الحدود منصوص عنها في شرعة حقوق وواجبات الصحفي المهنية ومنصوص عنها ايضا في القوانين اما القانون المدني من حيث المسئولية المدنية او من حيث المسئولية الجزائية الصحفي بشكل عام له الحق بإعطاء معلومات للاخرين ولكن عليه ان يلتزم بالنصوص القانونية التي تمنعه من التسبب بضرر للاشخاص الاخرين سواء كان هذا الشخص الضحية اما شخصا فردا او شخصا مؤسساتيا او سلطة عامة محمد نعم هذا الملف يطرح كثير من التجاوزات الاولى وهي ان الصحافة اذا كنا ننظر اليها باعتبارها السلطة رديفة ومقابلة سقطت اصبح الصحفي لا يمثل سلطة الصحفي يجب ان يمثل السلطة موازية للسلطة القضائية وموازية للسلطة التنفيذية وموازية لجميع السلطة هذا شر ضروري ليكون المجتمع ديمقراطي المسألة الثانية الصحفي الذي قام بتسليم السلطة هذه المعلومات قال بانني مواطن كأي مواطن وعلى اي مواطن ان يقوم بفضحي التجاوزات اللا اخلاقية مثلا انا اقول العكس الصحفي ليس مواطن كأي مواطن الصحفي يجب ان يكون متميزا على المواطن ولكن هنا تحول الى شاهده تحول الى شاهد عياني ما العمل نعم الصحفي باعتباره يقوم بعملية التنقيب يتحول الى شاهد لنتصور ان الصحفي الفلسطيني الكبير عبدالباري عطوان قام بافشاء لقائه مع وسنة بن لادن فماذا كان سيكون الصحفي علما ان بن لادن يعني معترب به كإرابي في العالم كله ومع ذلك لم يطالب احد عبدالباري عطوان يقوم بتسليم المعلومات ولا بالتدليل عليها ولا الوثاق الى اخرين الصحفي يجب ان يحافظ على حريته وإلا فاننا سوف نرى من الان فصاعدا ما يسمى بالصحفيين اكسيرياء للشرطة الصحفي المساعد للشرطة نعم واقول ايضا ان المسألة فيها خطورة لان الرأي العام ولان حتى العصابات المهددة ستنظر من الان فصاعدا الى الصحفي كعدو وهذا خطير ولقد رأينا الامر في سياق اخر مختلف ولكنه يسير في نفس الاتجاه عندما قامت القوات الامريكية المحتلة في العراق باحضار صحفيين معها في افغانستان والعراق الى اخره فاصبح الصحفي لا يقدم الا المعلومة التي تريد وكادة استخبارات الامريكية او الجيش الامريكي ان يقوم ببثها الصحفي يجب ان يكون منشقا يجب ان يكون معارضا وهذه هي قدسية العمل الصحفي مهنة المتاعب هنا معرضة الى الخطر ولكن ما هي حقوق الضحايا بين القواتين طبعا انا لا اوافق الرأي بالمطلق حول حرية الصحافة او الصحفي بان يمارس مهنته باي وسيلة من الوسائل فمهنته وحرية القيام بهذه المهنة مرتبطة بحدود تكون هذه الحدود اما حدود تشريعية او تنظيمية يحددها المشرع او القانون واما ايضا حدود مرتبطة بشخصية الصحفي فالصحفي على قبل كل شيء قبل كل شيء يجب ان يحترم اخلاقية المهنة قبل ان يحترم النصوص التشريعية بالنسبة لمسألة الضحية وما هي الحقوق التي يمكن الحصول عليها المسألة واضحة جدا الصحفي عليه التزامات منصوص عنها في شرعة حقوق وواجبات الصحفي التي تم التوقيع عليها سنة 1918 كذلك في ميونيخ لسنة 1971 وبالتالي يجب علي ان يحترم هذه الالتزامات اذا لم يحترم الصحفي هذه الالتزامات فانه يعرض نفسه للملاحقة القانونية يعني الحق في الحرية الصحفية يقابله واجب الخضوع للقانون عند التسبب بضرر لشخص ما هذه المسئولية ولها وجهان الوجه الاول هي المسئولية المدنية بمعنى ان هذا الصحفي قد ارتقب خطأا ما تسبب بضرر وان هناك رابطة سببية بين الخطأ والضرر فيكون مسؤولا مدنيا لاجل التعويض عن الضحية اما النوع الثاني من المسئولية فهو المسئولية الجزائية وهنا اعتقد بان المسئلة تتعلق اكثر بالحرية الصحفية بمعنى ان هل يمكن ملاحقة صحفي جزائيا لانه عبر عن رأيه نعود الى مبدأ يحدده القانون العقوبات في جميع دول العالم يسمى بمبدأ شرعية العقوبات والجريمة بمعنى انه لا يمكن ان نلاحق شخص ما سواء كان شخصا عاديا او مهنيا بجريمة اذا لم يكن منصوص عنها في القانون اليوم مجموعة النصوص الموجودة في القوانين المدنية للدول المتحدة لا تعاقب الصحفي على الاعمال التي على جرائم او افعال تعتبر جرم الا اذا كان منصوص عنها كجريمة مثلا التشهير بشخص معين بالنسبة للصحفي الفرنسي الذي قام بهذه العملية بالامس المسألة تتعلق بالتمييز بين ارتكاب الجريمة بحد ذاتها هل هذا الفعل يشكل جريمة او لا وهنا يمكن القضاء له القضاء السلطة سلطة التقييم وسلطة استنسابية في تحديد عناصر هل ما قام به صحفي الفرنسي جريمة برأيك هو تجاوز انا لا اؤمن بالحرية المطلقة للصحفي كان لو ان اختار وسيلة اخرى على سبيل المثال لا هو الخطأ الموجود يعني تضمن الفقرة التالية هو ان الصحفي لم ينتظر امرا قضائيا يعني في القانون الفرنسي حين يطالبك القاضي بتقديم معلومات يعني واجب عليك تقدم معلومات هو يعني بدل يعني ان ينتظر دعوة من القاضي قام بتسليم المعلومات للشرطة وهذا تجاوز بسنة بأول كنون التاني 2010 صدر قانون عن تم نشر قانون بفرنسا بتعلق بالحرية الصحفية بالسرية الصحفية بالسرية المهنية والتي يمكن على اساسها لقى الصحفي ان ينتنع وفقا للشرعة حقوقه هذا يتعلق بحماية المصادر نعم بحماية المصادر وبالتالي يمكنه ان يرفض امام القضاء يمكنه ان يرفض وله الحق المطلق بالرفض على ان القضاء يمكنه من ناحية اخرى ولكن المصدر هذه المرة ضحية المصدر هذه المرة ضحية نعم وبالتالي 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 يجب التمييز بيننا هل هذا جرم والاصول التي تمت فيها اكتشاف هذه الجريمة اي الاصول اي الوسيلة هل هذه وسيلة مشروعة؟ هل هذه وسيلة مشروعة أن تحاول أن تصل إلى الخبر عبر طبعا هذه الوسائل هذه الوسيلة هي خداع مكشوف الصعفي لم يقم بما يتطلب الأمر بالقيمة به وكأنه هو الذي افتعل القضية وكأنه أيضا هو الذي يأمرنا بأن تفرج على حدث يظهر الصعفي بطريقة عجيبة ساديته تقديم معلومات مثل ما جرحت في القناة الأولى منذ فترة غير بعيدة أن الصعفيين يقومون بالبحث عن الجريمة في حيم الأحياء ثم يقومون بتسليم المعلومات للشرطة فتقوم الشرطة بهجوم كاسح على الضاحية البارزية وتعتقل المسؤولين هذا تسبب في خلق الحدث الصحفي ليس من حقه أن يخلق حدثا هنا الصحفي الفرنسي قام بخلق الحدث يجب أن يكتشف الحدث لا أن يصنع الحدث لا أن يصنعه وعلينا أن نتذكر ماذا وقع للمذيع التلفزيوني البرازيلي الشهير الذي كان يصنع حدث الجريمة يأتي بالمجرمي والقاتلي والمقتول ويصوره على اعتبار أنه نجح في الوصول إلى الحدث قبل الآخرين وأن له حاس سادسة سابعة لأقل في اكتشاف الحدث واكتشاف الفاضيحة العملية ليست برازيليا وإنما فرنسي هذه المرة أشكر في الختام المحامي رشاد وبيسي والزميل الصحفي والكاتب محمد مزديوي إلى اللقاء